زيادة اللي عرفت هالتذاكير لالنقل الحضاري للشركة فيكتاليا هي زيادة كنحن ما متوقعين هاش وما قابلين هاش كاعضاء الجنة التتبع ولي بطرحات لينا في اخر اجتماع نهار سبعتاش شهر اربعة اللي وافق وزا من الشهر الكريم شهر رمضان بأجالة هات الزيادة زادتها الشركة في غياب موافقة واجماع لجنة التتبع اللي مكونة مجموعة من اعضاء مستشار الجماعة الكل كان رافضاً لهات الزيادة باستثناء رئيش الجماعة السيد نوردين كموش اللي هو استقدم في الاصل مكتب الدراسات اللي ما قدمش لنا شي حاجة اللي ممكن احنا نبنو عليها ونوافق ونوافق دينا بهات الزيادة الشركة كتقول بانها خاسرة وشدات المارشي اللي في 2019 ودخلات على خسارة كبيرة وقتاردت مجموعة من الفلوس وحالياً يكتطلب مننا نجليس حسب ما نصع عليه دفتر التحمولات انه يخلص لها الفرق الى العزز دياله الميزانية لانه لا كان شي عزف ميزانية كتتكلف الجماعة بخلق التوازن المالي ديال الشركة لكن اللي طلبناه حنا كعضاء الجنة التتبوع طلبناه بنا نعرفه اسباب هذه العزز سورة اسباب بنوية اسباب اقتصادية اسباب راجعة لسورة التدبير والتسيير المدبري ومسيير المفوضلة وتدبير القطاع النقل الحضر يبقى اسفي لكن لم نجد ادم صغية لا من رئيس الجماعة اللي هو رئيس لجنة التبو ولا من الشركة الشركة الان يمديون للجامعة بمبالغ مالية طائلة مبلغ ديال كيراء المرفق اللي هو كد تحطفيش الحافلة ديالها مبلغ كيراء الخطوط مبلغ كيراء الحافلات 28 حافلة اللي هي كد سلمت عليها شركة الراس اللي كانت كد برقيت نقل حضر يقب المنعة هذه المبالغ كلها قد سألها لجامعة ولكن استرداد ديالا والاداء ديالا حتى الان ما كيش خلصات الفين ونسلات عشر فقط لازل بدمتها الفين وعشرين الفين وعشرين الفين وعشرين الفين وعشرين الفين وعشرين وحنا الآن سنة الفين وعشرين كطلب ان نزيد على المواطن باش تخلص العز ديالات خارجت علينا خرج المدير الاقليمي حسب صراحية تيقول بان شركة ان لجنة التتبوع موافقة انا من هذا المنبر اتحدى ان وجد توقيعا وحيدا او وجدت صريحا صريحا من عضو من اعضاء اللجنة التتبوع كتفي بانه وافق على الزيادة اي نعم عد نعيم بان الشركة بتزيد لكن كان رفضا بالاجماع لعضاء لجنة التتبوع رفضنا بالاجماع ما يمكنش انا ممتل المجلس داخل لجنة التتبوع وقبل ان اكون ممتل مجلس انا ممتل للساكينة داخل المجلس وفضر فيه اللي كتمر من هال البلاد يعني ارتفاع الاسعار الناجم عن استمرار مدات الجائفة في الاكتر من ست سنوات انا مغريب كيعرف واحد ازمة اقتصادية كبيرة اللي جاية ديول 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 ازمة العالمية والتضخم العالمي ونجو حنا نزيد واحد الزيادة على المواطن غير مقبولة وما نسمحوش بها ولا سيما ندينة دخل ديولة ضعيف المواطن متخدير وضعيف المواطن ما كين الشركات هنا اللي انقول وحنا شارين المواطن خدام رأى الله يكون في العوان المواطنين هنا اغلبية ديالهم اغلبية صاحقة لما نقول الناس واحد سبعين في مية ديمان دافقر هذا انا اكدنا من بر على ان الجنة التتبوع كانت صريحة في جميع الاجتماعات رفضت اي زيادة وطلبات بتشديد ديون اولا للجماعة وتطبيق ما تضمنه دفتر التحملات في الاستثمار الشركة ملزمة باستقدام سبعين حافلة ستكون عندنا سبعين حافلة ماشي اثنين وثلاثين او اكترى من ثلاثين وثلاثين بشي حاجة قليلة الشركة ملزمة بتعويض الحافلة القدام حسب دفتر التحملات السنة السنة الاولى خمس حافلة السنة الثانية عشر حافلة تحت الان مدارج الاستثمار دفتر التحملات السنة السنة الاستثمار باستثمار اذا كانت الموافقة من المجلس فعلا حسب تقديري فموافقة جد من السيد الرئيس لارتباطه بالشركة ارتباطا واضحا فبلغ علي العلمنا انه مؤخرا يعني بشهر خمسة يعني بعد رمضان كان في زيارة اه في اسبانيا معرفناش شنو السبب اللي خلاله بشي اسبانيا ومشي عن الشركة وريح معه معدوبة عشاء هذا الشيء اللي بلغ العلم دي انا نظن شن الموافقة جاءت من لجنة التتبع باش نقول احنا لجنة التتبع كمجائف حد مواقع الإعلامية ان لجنة التتبع تفرشات لجنة التتبع رفضات رئيس لجنة التتبع او اللي يوافق هذي بخلاصة اللي كان هذل لعت كله اللي كان اسبابه خافية الموافق شخص واحد المعارضون جميع اعضاء لجنة التتبع قدمت استقاله من فيكتاريا من لجنة التتبع بسبب الزيادة اللي كانت مفاجئة اللي اللي احنا ما وافقناش عليها وكننا رافضينها حيث ما يمكنش نوافق على شيء الزيادة اللي مشي في صالح المواطن وتقدم استقاله نهار جوج يناير حيث نهار واحد تم تزيادة ديال التذكيره هي كتكون واحد لجنة شي مع دي لجنة التتبع مكونة من المدير ومن رئيس المجلس كناقشو لك انا كنا اعرف دينا كنا اعرف دينا حيث اصلا هو كيف ما اخرج واحد اصلا يا احد المدير ديال فيكتاريا كيقول لان لجنة التتبع صوتات ومقع على شيء محاضر احنا ما وقعنا على التعم حضر وما صوتنا واصلا خاصة صوت يكون في دورة هي اللي خاصة توافق وخوضها كي مكانش ودوا بقي رافية حداثةrale المwijات ومانبهوش شي بعض الطمر MAL ماذا فعلي بعض الاجب مواطنising كيقصشو نخول أنشو غير 15 ريال نخصيur lady lam حاس السراك المواطنية على فعلي cheat ماذا قصامvere مواطن الاجبط محاذن كيف ما كهان deciب المدير وقعنا وصوتنا على الشيء مهادر نحن لم نقوم بصوتنا ونحن نعود نقولها ضد الزيادة وحطيت واحد طالب للرئيس بشيطين يكوبي دي المحاضر دي اللجنة التبع باش نورو الناس انه نانيت مموقعين شو ما بتصوتين مويلو التوضيح نحن لجنة التبع مكتصوت شاكتت اخدو حد لك تقترح وكتناقش افكار وان التصويت خصو يكون في دورك والتوقعات دي المحاضر اللي كيقولو خرجوشي خرجوشي صحافي يقولك ان المدير راه فرش مثلا فرش اللجنة التبع تقولو عنا اللجنة التبع موقعات عنا بعدها كان دوي على راسي وبعد اخوان معي بحل صلاح الدين مراحي ونورد اللوح ان انا مموقعينش فاولا قبل ذلك ينبغي ان نشير الى نقطة مهمة هي انه خصونا عارفوا الوضعية كيف كان دي المدينة فيما يتعلقوا بالطوبسات فهي كانت وضعية كاريتية جداً كانت وضعية اه لا ترقى الى المستوى المطلوب فيما يتعلقوا بالحافلات فالحمد لله من اللي جدت تدبير مفوض فانقلنا من واحد الوضعية اللي هي كما قلت كاريتية الى وضعية مقبولة من طابعة حال ما زالت كون عدنا ملاحظات ومش هي الطوب مش هي الطموح دي المنتهة دياله ولكن الحمد لله كانت امور كتير مزيانة فهذه سعيرة كنقوله بانها غير قانونية وغير مبررة وغير مشروعة على الاعتبار ان الضرف الاقتصادية اللي ممكن تعرفها البلاد من بعد فاحت وزارة داخلية حالة المشكيل ودارت وحد زيادة ديال داك الفارق وكانت مؤخراً زادت الوزارة زادت الشركة مليار وميتين مليون عن طريق الجامعة اللي جاءوا كي ينتقدوها وحد العدد ديال المستشار ومع ذلك صوتوا الصالح الشركة باش تستافد من ديك مليار وميتين مليون ومع ذلك مازال غادي تزيدها مازال وزارة الداخلية كما يشاع انها غادي تزيدها الفلوس للشركة في اطار دا يعني باش يحلو المشكل لديك الزيادة ديال المحروقات اذا هات الزيادة غير مشروعة وغير قانونية كما قلت ولذلك هي مرفوضة ونحن نرفوضها ونستنكر هذه الزيادة وهناك تواطئ مفضوح بين الرئيس وبين هذه الشركة لذلك هما مقدروش يجاوبوا في نواد الرئيس ونحن نعيش بوحد تغول لهذه الشركة كيخرج المدير دياله بدون اي صيفة باش يقول الناس علاش يشرح لهم علاش دار ديك الزيادة في حين انه الناس صوتت على المستنتخابين على الرئيس يخرج يوضح لهم مشي الشركة هيري كتخرج توضح وكتقول شعويش بعدها اصلا كما قلت غير منطقية وغير قانونية وغير مبررة لذلك اقول بان هذه الزيادة نحن نستنكرها وهي اه يعني غير منصوص عليه في صارت تحملات رغم ان المادة اللي رجعوا لها فاي كتكون في جميع دفاتة تحملاتي لا كانت شي دور اقتصادية ولا كانت شي حاجة يعني مستجدات فاحنا قلنا بانه احتيلا كانت ديك المستجدات فره وزار الداخلي حلت المشكلة وعطاتهم الفارق ديالفلوس وهو مالية ضخمة جدا بمعناه ان هذه الزيادة لا يمكن ان تكون وعليه فنحن نطالب هذه الشركة بان تزيل هذه الزيادة ونطالب من الجزء ان يتحمل مسؤوليتها ومن الرئيس اساسا لانه عنده جميع الصلاحيات ونقول ان المشكلة الاساسي الان هو في لجنة التتبع لان هاد الشركة ما كتلتازمش اصلا انت اللي عطيتها هاد الفلوس كاملة ما كتخلصش واحد الخطوط خاصة تخلص عليه واحد العدد ديال الفلوس وخاصة تخلص الكرة ديال هال ديال المقر ما كتخلصوش كيفاش نتياد الناس دين خروقات كثير هاد شركة اوز جديد انت عطيتها مليار 200 مليون ديال الفلوس ومع ذلك هي ما ملتازمش حتى بما ينبغي ان تلتازمة به وكتزيد على الفلوس على الشعب كتزيد يعني كما يقول الشيح ما في ظهر المعلوف اللهم ان هذا لم يكن اقتصادية متغيرة ولكن شي فارق ديال المحروقات زادت فرخصنا ندير واحد زيادة ديال اه مخصش تجاوز لاتها في المياه اوكي وهاد هاد زيادة خاصها تخضع لواحد اللجنة اللي كدت تديرها ديرها الجامعة وكتقول كدير واحد تقرير ديالها علاش هاد زيادة كتبررها علاش فهاد شي ما كيش والدليل هو ان هو الناس لأعضاء اللجنة تتبع قدموا استقالتهم احتجاجا على انهم ما في خبارهم شد زيادة اذا هذا طواطق مفضوح كما قلت سابقا بين الرئيس وهذه الشركة لانه لا يعقل انه الناس كيقولوا لك حناية اللي في لجنة تتبع ما في خبارناش المجلس ما في خباروش لانه خاص هي لابغا تزاد هاد هادك زيادة خاص السلطة المفوضة اللي هي الجامعة خاصة تكون في خبارها والسلطة المفوضة هيش كون هي المجلس المجلس ما في خباروش ولذلك على الاقل هادوك الناس حتل لأعضاء المجلس فيجوا يطلبوا دابا بيه دورة استثنائية وتكون لجنة تكون فيها نقطة فاردة هي المناقشة هذه الوضعية الحافلات وينقشوا في الزيادة وذيك سعاله وافقوا عليها روما منهم المواطن ذيك سعالها ويحكم وبالتالي فنحن نقول مجددا على ان الزيادة رهها مرفوضة ورهها غير قانونية وراكينشي حاجة اما قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الاعجاب